عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته بمشاركة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي يأتي هذا لبحث سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة التي ستكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات بشكل أكثر فاعلية وعملية وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي نقش الاجتماع خطة إجراء الحوار الاقتصادي على أن تكون المناقشات بشكل أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الرهنة وذلك للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية على أن يتم رفعها لاحقا لرئيس الجمهورية